نادية طالبة جامعية تعيش مع شقيقاتها في أسرة متعلمة تشجع تعليم الفتاة تحمل نادية طموح كل فتيات اليمن بوطن يسوده السلام والوئام ومستقر تحقق فيه طموحاتها في استكمال دراساتها الجامعية والدراسات العليا والحصول على وظيفة غير أن الحرب القائمة تقف عائقا أمام تحقيق أحلامها طموحي أنا أنه بعدما أتعلم وأخذ حقي في التعليم كامل أنه أحصل على وظيفة تناسبني بس في ظل هذا الوضع والظروف السياسية في اليمن أكيد ما بيسمح لي نهائيا رغم أنه حلم أي فتاة أنها تتوظف تلاقي شغل كذا محترمي لك فيها ويليك في شغلها شقيقتها الكبرى بلقيس هي الأخرى لا تقل طموحا عنها فرغم الأزمة والحرب ورضرة المجتمع للمرأة إلا أنها تسر على تحقيق ذاتها وطموحها الفتاة في اليمن مهضومة ليست لها يعني عندنا في اليمن توصل إلى سن قانوني وقالوا خلاص يزوجوها مش عارف حطموها وحطموا كل أشياء اللي فيها فأي مرأة لو تسألها ديقولها تشي تكون دكتورة يعني على حسب الفتيات منهم صغار معاهم يعني أشياء في بالهم يوصلن فيه ولكن مع الوضع هذا الذي احنا فيه يعني لا توصل إلا إلى فترة محددة وشافوها شابة شافوها ناضجة وزوجوها تقول ناشطات حقوقيات إن الفتاة اليمنية أصبحت الحلقة الأضعف بسبب الأزمة والحرب فهناك عشرات الآلاف من الفتيات التي لم يتمكن من مواصلة تعليمهن سواء الأساسي أو الثالوي أو الجامعي وتم إرغام بعضهن على الزواج بسبب الوضع المعيشي الصعب وانعدام الرواتب للموظفين الحكوميين واهتساع رقعة الفقر والبطالة في البلاد يقابله أيضا توقف الدعم الذي كانت تقدمه بعض المنظمات للفتيات في مجال التعليم والتأهيل ما أدى إلى انخفاض معدل التحاق الفتيات في التعليم الثانوي بنسبة وصلت إلى 24% في المنظمات كانت المنظمات الخارقية تعمل دعم كبير للفتاة تشجيعها في الدراسة في مجال الصحة في مجال الكثيرة لكن قلت لك في الوضع الراهن في الوضع الحاصل الآن في مجتمع نحن اليمني توقفت أشياء كثيرة من الدعومات باتت الحرب في اليمن تهدد حق الفتاة في التعليم والصحة والحياة عامة وتعرضها للتشريد والتهجير والضياع فضلاً عن مخلفات الفقر والبطالة وأيضاً تسرب آلاف الطالبات من التعليم أدو كريم الشيباني الحرة صنعاً